عايزين في السيشن ده نعمل مثال بسيط ان احنا يكون عندنا تيكست اريا بالمنظر ده عايزين نعمل منها بوستس والبوست ينزل ويكون لنا امكانية ان احنا ندليت البوست ده وعايزين نستخدم في المسال ده الجزء بتاع البروتو تايل او فانكشن كمسترق وده طبعا بجانب الاجزاء التانية اللي احنا درسناها او شوفناها في الجاوا سكرت فاحنا اول حاجة هنعمل هنكاريت اليو اي بتاعنا وطبعا باستخدام البوتستراب فاروح اعمل الكنتينر هكاريت رو والكولوم هعمل الكنتينر امواي خمسة حيث عمل لها مارجن توب و بوتوم هكاريت ده ده في النص اقول كولوم زيرو وكولوم اني ديه ثلاثة حيث يكون في السنتر هكاريت بقى كارد وعمل له شادو وبوردر هعمل الكارد بادي وجوها الفورم وطبعا هنش اعمل اكشن والمسود بتاعنا البوست ده هيكون عبارة بس عن تكست اريا وهو الفورم جروب وروب وهكاريت اللابل والي يكون انتر يور كونتنت واسمي ده البوست وهدي له كلاس كولوم فورم ليبل وكولوم اتناشر حيث يكون ده في سطر واني في سطر هعمل بقى تكست اريا جوة ده وهو الهين بوست والادي برضو بوست وهدي لها كلاس فورم كنترول بالمنظر ده ما ننساش طبعا نعمل البوتوم بتاعنا نعمل ده في تكست سنتر ونقول هنا بوست او ممكن نعملها تكست رايت حيث يكون في اليمين والكلاس هنا بطل بطل ساكسس ونخليه سمود هنعدل بس الجزئية ده مختلف ده لتبقى اوفست 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 امي دي بتلاتة بالمنظر ده تاني تعديل هنعمل هنا نخلي دي تلاتة حيث دي تصغر شوية بالمنظر ده مفترض بقى لما نضع بوست المحتوى ده يتغلب في شكل الكارد ويتعرض هنا فاحنا محتاجين ندزاين الاول الكارد او التمبرت اللي هيكون فيها بوست ده وناخدها كوبي بعد كده نشتغل بيها في الجاباسكريب فهنيجي نكاريت روك دي تكونوا من 12 بنفس المواصفات دي كده حيث يكونوا عن نفس المحاذاة وهكاريت بردو الكارد بشادو وبورد هعمل بس مارجن هنا ومتي بثلاتة والمفترض هنا الكونتينت اللي هيظار فهيظار في ايه هيظار في براغراف وليكن هيا نكتب بس لوريم 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 كتست ونخليه في left وهنشيل المارجن ونخليه كارد تكست وطبعا الكلام ده هيكون جوه كارد بادي بالمنظر ده نحتاجين نحط هنا ضرور delete ونحتاجه في اليمين فهنيعمل له floating فنيجي قبل البراغراف هنيعمل button وليكن delete plus button button small button danger ونيجي نقول له float right بالمنظر ده كده وطبعا لو المحتوى ده كبر وليكن لوريم متين هيتطلع بالمنظر ده فالزرار مش هيأثر على مين على الكلام نرجحها تاني ممكن كمان نحط التاريخ تحتهم فهنيجي نعمل هنا HR ونعمل براغراف مارجن بزيرو برده ونعملها text muted ونحط هنا مفترض date and time ممكن نخليه الفونت italic ونديه class small بحيث يصغر لنا الفونت بالمنظر ده كده فديه التمبت اللي مفترض نشتطيع لي اي بوست يجي يتحول الى ايه الى المنظر ده بالنسبة لنا التمبلت فين التمبلت اللي هي الكارد بالمنظر ده كده والمفترض لما امسح ده الكارد كلها تتشاهد يعني لما اضغط على البطن هنجيب الـ parent اللي هو ده ونشيله كله نجي بان نافذ الكلام ده ازاي كجابا سكريبت اول حاجة محتاجين ندي للبطن ده اي دي بحيث نضيف له listener فهقول id post button في المنظر ده وهاجي هنا اجيبه post button document element by id post button وهضيف له listener اللي هو click وهقول function e all e.prevent فعرفنا قبل كده يعنيه prevent prevent default بتمنع تأثير الدفل بتاع الفورم وكنا اشتغلنا على الحتة دي قبل كده احتاج بقى اول ما اضغط ايه اجيب المحتوى اللي هو الـ input او التكستارية فهقول post content مثلا هيساوي الـ element طب انا اجبته لأ فانا اقول var post element document جبت element by id واحنا مسمينه post اجيب بقى الpost element واقول له value.rim بالمنظر ده كده لو الpost content ده اللانس بتاعه اقل من او تساوي 0 يعني فاضي طنش ما تعملش حاجة اممكن نحط له alert بسيط فلو انا عايز اعمل alert هعمله alert ههم بس لازم بعدها تعمل كلمة return ليه مفترض دي دلة عشان ما اكملش بقية الشغل اللي جاي بعد كده ارجع من الدلة طب عشان ارجع من الدلة هعمل return طب دي هتشتغل امتى لو هو فاضي فلو هو فاضي اللي جاي ده كله مش هيتنفز ليه لان اعملت هنا return فبلش الـ alert هنا اعمل return بس طب ممكن اسيبها بدون value او ممكن اسيبها بدون value كده يبقى انا هنا ضامن اي content جاي في ايه في حروف ومش مسافات ليه لان انا اعملت هنا trim مفترض الـ post هيكون له date و time انا جبت و content انا جبت الـ content فاضي date و time date و time هاجبهم من موديول اسمه date او من broad type اسمه date ازاي اقول var date بتسير new date create object جديد من date لو جيت طبعته ممكن نيجي نشتغل ده بره نجربه حيث نشوف شغله dot console بت log date بالمنظر ده كده جايب البيانات التفصيلية بتاعه كله طب انا عايز ده لا انا عايز مجرد بس التاريخ كلوقت مش عايز بقى هو فوق ايه زون ولا date زون دي في عبارة عن ايه او standard time بتاعي ايه فانا عندي في الـ date كذا دلة لو جيت alt. في اكتر من دلة بالمنظر ده كده زيتو local string date بالتاجة full year كل واحد من دول بيجيب لنا المقابل ليه يعني جيت date بيجيب لنا التاريخ جيت seconds بيجيب لنا عدد الثواني للوقتي طيب في عندنا to local string و to local date string و time string دي بتجيب لنا الفورمات بتاع date والtype بالمنظر ده كده وده اللي احنا عايزين طب لو عايزين date بس هجي اقول له date string ولو عايزين time اقول له time string فطلعنا الخارج بالمنظر ده كده وطبعا لو جينا جربننا get day مثلا فهيجيب للا اربعة ليه بقى اربعة مفترض في الحالة دي اللي هو لو النهاردة الخميس مثلا على الكلندر دي في بيبدأ من الحد وبيبدأ الانديكس زيرو تبقى زيرو واحد اثنين تلاتة اربعة فالانديكس بساعة تجيب من النهاردة اللي هو اربعة فيبقى الجمعة خمسة فيبقى السابت ستة لان بداية العد من الصندق في جيت hours هجيب ان الساعة 22 اللي هو لو جيت طرحت منها 12 اللي هو الساعة 10 جيت seconds هجيب سبعة وعشرين سانية وهكذا بقيت الايه الدواب فاحنا هنحتاج مين نحتاج to local string فان هقول bar date string date to local string بالمنظر دا كده دول بقى نعمل long comment بالمنظر ده يبقى انا كده معايا content ومعايا date طب مش انا كده محتاج هيكل يشيل البوست ده فان هعمل prototype هقول function ولياكم post هيaccept مني content بس وهو ممكن جواي يجيب التاريخ او يعمل التاريخ مش محتاجه بصيله التاريخ فان هجي نقول z.content بتساوي content و z.date بتساوي new date dot to local string بالمنظر دا كده يعني ممكن اربطهم كلهم في جملة واحدة بدل ما افصلها في متغير واستخدم المتغير يبقى دي خلاص مش محتاجين يبقى ده اجيبت ال content وال date ممكن ما نغير دين خلال date time فهاجي هنا اكاريت object جديد فهقول var new post بتساوي new post وباصلها content اللي هو post content طب انا محتاج بعد ده يجيلي بعد html متفارمد جاهز عشان ناخده اضيفه عطول في الدم طب انا ممكن اخلي ده بالمحتوى اللي فيه ده يجينيريت automatic mini العنصر كhtml طب ازاي هجي اقول this dot generate html whole function بس قبل ما اكمل المفترض المحتوى اللي هو ده هيكون shared فبالتالي بدل مكتبه هنا اقوم راميه في ال prototype فهقول post بتساوي prototype dot واشيلي بقى this dd في المنظر ده فالمفترض ده هيكرية لي ايه هيكرية ل html في المنظر ده ويريترنه كيترن html ايه بقى html هروح هنا هيكون المحتوى اللي احنا اتبقنا عليه اللي هو الكارد ده فياخد ده كده copy paste اشيل بقى ال back slash n دي واضبط المسافات في المنظر ده نكمل المفترض الجزئية دي هتتشال ويتحط مكانها ال content همسحها معقتا واجي هنا افصلهم whole زائد زائد يعني اعمل competition this dot content ممكن احط دول على نفس السطر بالمنظر ده كده واشيل دول وهنا برضو date with time هجي اقول زائد this dot date time زائد عشان اكمل competition بالمنظر ده كده ممكن اجيب ال 2 دول في سطر واحد دي بقى عندي مع بعض ايه ودي كلمة ثابتة ويهي this dot content بعد جوه البراجراف وهو البراجراف التاني التاريخ ثم مفترض هيرجع ال html يبقى من هنا هقول var generated html هيبقى new post dot generate html يبقى انا هنا اوفرت كتير ايه ان انا لما كتب كل الكود ده كده جوه عندي هنا ويبقى الكود مع بعضه لأ فاصلت فنظمت الجزء بتاع الكود بتاني هجي باخد المحتوى ده اضيفه طب اضيفه فيه مش محتاجه عنصر اضيفه جواه يعني محتاج اضيفه مع دول هاجي هنا اقول له ايدي بتساوي post container مثلا او post container الحاوي بتاع البوست ممكن بعد كده فاخد بقى ده كده اجيبه يبقى document element by id اهو وهقول insert adjacent html اللي هو general html والمفترض هنا كمان بحدد هضيفه فين اي بوست هنزل بالترتيب بتاع التاريخ اللي هو البوست الجديد هيبقى في تقوى ده معناه افتر بيجينا على طبعه يعني بعد البداية ضيفه 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 فوق بعضه شبه الاستاك كده او شبه رصة اللي بوست بالمنظر ده كده اي بوست هنغير هنا مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يتضغط في دولة ثلاث حاجات ده مفترض يتمسح بعد كل بوست جديد ونشوف اللي دي اتنان ونحط مارجن هنا فنبدأ نحط هنا مارجن وليكن mt 3 بالمنظر ده نروح برضو نصلحها هنا اوه mt 3 نحس كل الكارد يكون فيه بينه مارجن وبين اللي فوقه التعديل التاني ان احنا هنا كان فيه زائد زيادة فاعتبرها عملية رياضية زائد زائد فنشيل الزائد الزيادة دي لو جينا جربناها بالمنظر ده كده والمفترض بقى التعديل التاني ان احنا من الحاجة ليه لان احنا قلنا لو هو فاضي طنش او او نضيف واحد تاني ضغفه وقت جديد اوه ستة عشر ده ستتاشر تالت رابع محتاجين بقى نشغل الجزء بتاع الدليل ده يبقى احنا محتاجين نحط listener على كل عنصر يتضغط طب هنضيف listener قبل ما اضيف المحتوى اللي بعده اكيد بعده انه بعد ما ينزل الزرار في الدم نضيف له listener طب انا ده محتاج اترجط الزرار ده بعين وكده اقول له انت يمسح العنصر ده اترجطه ازاي عندي اكتر من حل ممكن في كل مرة اقول له هاتلي الزرار كلها ولما يبقى يتضغط عليه بقى امسح البرانت بتاعك بس الموضوع ده هيقى فيه فكرارية وخاصة اللي انا عندي البوست كتيرة او ان انا اخصص اي دي لكل واحد يوم بباترن معين يعني ايه انا وليكن دلوقتي هرقم كل بوست يجيب وده المفترض هيحصل في الحقيقة ان كل بوست ده يتسجل في الديتابيز يعني ايه يعني هاجي هنا اقول له انت ليك اي دي على الباترن اللي هو ايه بوست شرطة رقم البوست بتاعك وليكن واحد اتنين تلاتة على عبسط الصور وهنا هنددله برضو اي دي وليكن بوست ديليت بطن شرطة نفس الرقم فلو ده انضغط عليه وانقدرت اجيب الرقم ده واحد او اتنين او تلاتة ببساطة الرقم اللي انا جيت ده هلزقه مع كلمة بوست شرطة وامسح العنصر ده طب الرقم ده هجيبه منين مفترض ده اوتوماتيك بيجيلي من الديتابيز طب دلوقتي وليكن هنعملها كاونتر فهنا ممكن هاجي فوق كده اقول فار بوست كاونتر بيبدأ من واحد ده طبعا بس عشان احنا ما عندناش سيرفر دلوقتي وهاجي مع كل بوست ينضغف اقول كاونتر بلاس بلاس نعدل بقى التمبلت دي فيبقى هنا الاي دي بتساوي بوست شرطة الرقم اللي هو مين اللي هو البوست كاونتر هاجي افصلهم عشان نعمل كنتينيشن واقول زائد بوست كاونتر والمفترض دي تكون بعد البوست كاونتر يعني هنا وتراعي ان هنا في مسافة للمنظر ده كده نيجي بقى على الزرار اجل بطن اهو هجدله اي دي بقى بوست جليد بطن شرطة هفصل عشان ادي في الكاونتر بوست كاونتر بالمنظر ده كده وبرده نراعي ان هنا في مسافة يبقى لو خمسة هيبقى هنا خمسة وخمسة ويقدر ايه كل ما يزيد كل ما ده يتعدل هاجي بقى هنا اعمل ايه بعد ما ينضاف اقول document هاجيب الزرار الاول delete button document جيت element by id وهنحط هنا رقم الزرار او الاسم بتاعه اللي هو كان على pattern post delete button شرطة الرقم يتأهم نفس القصة شرطة زائد post counter المنظر ده فاجي اقول بعد delete button click function ايه وهنقول ايه prevent default احتياطي عايزين بقى هنا نمسح العنصر بس مؤقتا كده هنعمل الت واحد عشان نضمن منها شغالة ولا لأ post delete شغالة هين نضيف عنصر تاني دي المفترض شغالة دي المفترض شغالة المنظر ده كده يبقى خلاص عرفنا ان هي شغالة محتاجين بقى هنا نمسح العنصر هتجي تقول لي ما ممكن بقى نجيب له عنصر اللي هو post chart او نستخدم الرقم ده مشكلة ايه احنا قلنا نجي call back يعني مش تتنافس فوقتها دلوقتي يعني مش تتنافس فوقتها دلوقتي يعني ممكن تتنافس كمان شوية المستخد مش عايز يمسح عايز يمسح مثلا بعد ثانيتين ثلاثة يكون الضف بسطين ثلاثة فساعات هيوم ما يمسح هيكون ده اصلا اتعدي فهيوم ما زيح post تاني خالص يعني ايه هجي اخد post counter ده احط ايه بالمنطق او على السينابي اللي واحنا نشغلقين sequential لما ده ينضغط يطبع لي رقم post يعني لو واحد يطبع واحد بس ده مش هيحصل نيجي نشوف ادي post ده مفترض طبع كام اتنين لانها بقى تقيم من واحد بقت اتنين بكده الرقم غلا ده المفترض هيبقى كام تلاتة وده برضو تلاتة في يوم ما نمسح يوم مسح مين الجديد طب احنا مش عايزين ده نعملها بقى ازاي احنا قولوا ان احنا عندنا ايه وايه دي بتشاور على اللي انضغط فانا ممكن اجي اقول ايه مثلا ايه دوت تارجت تارجت دي هتريفرنس على الزرار ذات نفسه يبقى ايه هي الحدس والتارجت هتريفرنس على العنصر اللي عمل ده دوت ال اي دي والا اي دي شفناها قبل كده فين في الدم نيجي نشوفها نعمل واحد اتنين تلاتة المفترض يكون متغيرين بطن واحد بطن اتنين بطن تلاتة يبقى ده هو الاي دي بتاع الزرار محتاجين منه الرقم في ده اللي اسمها سبلت في السترنج الده اللي دي بتفصل لنا السترنج عن بعض تحولولي الاري فانا محتاج حاجة تفصل اما انا ممكن افصل بالشرطة عشان كده حقتها في البترنت بتاعي طب نيجي نتبعها كده بس كونس اللوك بقى لعناها اري نجيب اي عنصر ديليت طبعا لنا هين فصل لهم لين اهو بالمنظر ده كده فانا محتاج ده زيرو واحد فاي بقى اجي اقول هنا ايه اوف واحد لو جيت طبعة الام تاني فاتبع لنا الرقم نجي نعمل ديليت بقى تواحد لو جينا بقى في الاول لزقنا عليه كلمة شرطة يبقى ده رقم البوست يبقى ده كده الايه البوست اي دي ده ممكن استخدم بقى ده وده مش شرط يكون سابت ما احنا عملناه لان احنا سميين البترنت بتاعنا حاجة شرط ففصل لها بالشرط وعشان هم عنصرين واحتاجين عنصر التاني في واحد وعشان التاني البترنت بتاعه كان بداية البوست شرطة فالزقنا في الاول شرط فانت تبعا البترنت بتاعك بتزبط انت الشكل ده حاجة بقى اجيب العنصر اهو واجه اقول له امسحه فتبسح للعنصر من الدم بس طبعا دي هنشالها ونخليها متغير مش نجرب اتمسح تاني والتالت امسح امسح بالمنظر ده كده مفترض قبل ما امسح اتشك هنو مسخن فيها انا عايز لي امسح ده ولا لأ اعملها ازاي هقول له حاجة اسمها بترجع لي طب مدام بترجع لي يبقى ده معناه ان انا محتاج اعمل فار تشك ولو اللي تشك بتساوي فالس ريتيرن يعني دلوقتي لو المستخدم تاك كانسل هي ريتيرن مش هيكمل نجرب دليت اري شور كانسل ما مسحش حاجة دليت اوكي امسحه تاني بوست دليت كانسل مفيش دليت كي مسحه يبقى ازا في السيشن ده عملنا مسال بسيط اللي هو على البوست وازاي نمسحه ممكن بقى تطبع نفس الفكرة على اللايك والبسلايك والاديت وهكزا عارفنا ازاي نستخدم باتر وازاي نستخدم بسيط بالمنزر ده اريتنا ازاي نخلي الموضوع عن طريق ان العنصر يجي نزبطه ونضيقه ولما ينضغط نضيف بعده اللي بتوعه ولو هو او حاجة محتاجين فيها وعشان ما كانش عندنا عملنا وكل شوية نزوده وامشيين على كل خطوة عملنا لها تست اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة